صلوا بينا على النبي ده وهو ليه معنايين بس مكانه في وسط الكروت مش ميديني غير معنى واحد دي علاقة سلساية في خيانة مش عارفة بقى اذا كان القوس هو اللي بيخون ولا اللي بيدخان بس افتكر ان هو اللي بيخون بس مش اكيد مش اكيد بس الموضوع فيه تلاتة فيه تلاتة في علاقة واحدة فيه حروب عشان كده حاسة ان الموضوع ده عند القوس لا ان القوس بيهرب بيهرب من الحاجة غلط هو عاملها ومش عايز يواجه عايز يهرم مش عايز يواجه هروبه ده ما خليه يفكر لوحده عايز يفكر لوحده ده ده هرمت الحكيم عايز يبعد ويفكر لوحده ويحسم قراره مش شرط يا جماعة العلاقة سلساية دايما بيكون مصدرها حاجة مش كويسة ممكن يكون اتنين ظهروا في وقت واحد والشخص لسا مرتبطش ممكن يكون عنده مشاكل كبيرة جدا مع شريكه وظهره شريك تاني حد تاني ابتدى يفكر فاهمين قصدي؟ مش شرط انها تكون حاجة وحشة المهم ان فيه شخصين مع شخص واحد ان شاء الله حتى لو في باله فعقله فاهمين قصدي؟ حيفكر لوحده القصد بيفكر لوحده دلوقتي ازاي يحسم العلاقة السلساية دي وياخد قرار نهيي وبعد التفكير ده هيمسك زمام الامور تاني العربة زي ما انتوا شايفين هو انت اللي متحكم فيها وانت اللي ماشي بيها وماشي بسرعة يعني ابتكر هتاخد قرار سريع والعلاقة السلساية دي مش هتدوم كتير لانك هتحسمها والسرعة دي كمان دي صفة فيك برضو يا قوس انت متسرع فاخد قراراتك متسرع خد وقتك لو سمحت في التفكير خد وقتك اوكي؟ هتتعافى من موضوع علاقة السلساية دي لان هي شيء مرهق جدا جدا على الشخص اللي يبقى فيها فانت حاسس بارهاق وحاسس بتقنيد دمير وحاسس بتعب فان شاء الله هتتعافى من الموضوع ده بسرعة بعد ما تحسم القرار ده سريعا في حظ معاك يا قوس الناس اللي حاسس ان هي مفتقدة للحظ الفترة اللي فاتت وان الدنيا عندها وقفة وما بتتحركش زي ما قولنا كل حاجة بتتغير اللي حظه كان ماشي هيوقف شوية واللي حظه واقف هتدي يمشي القوس واضح ان هو المرحلة اللي فاتت كان الحظ معايا واقف بس دلوقتي هيبتدي يمشي عجلة هتدور وهيحس القوس بالانحراف ده هيحس ان الدنيا هتبتدي تحوت به لحاجة احسن العقبات هتبتدي تقل المشاكل هتبتدي يكون انجح في حاجات ان شاء الله الحاجات اللي هو داخل عليها في حيرة محتار خايف ياخد قرار وتوابعه مش شايف هي ايه واعتقد القرار ده يخص حاجة غير بقى العلاقة الثلاثية دي ان هو يحسنها ده موضوع تاني لا القرار ده يخص المادة اما ان هو يخل يبيع يشتري يدخل الانبسمند ده ولما يدخلوش ايه اللي يعمله بالزبط هو محتار الكارت ده النصيحة اللي بيقدمها لك يا قوس خد وقتك في التفكير وفجمع المعلومات اجمع معلومات عن الحاجة اللي انت داخلها على قد ما تقدر عشان تتفادل اخطأ فيه هنا عودة لصديق قديم او حبيب قديم او او حد قريب يعني حد عزيز على قلبك جدا جدا هيرجع وهيقدملك شيء ممكن هيكون هيقدملك نصيحة افتكر انه هيقدملك نصيحة تجاه الموضوع ده الشخص ده نيته ليك خير وفعلا عايز يساعدك يعني حاول تسمعلي ااااو queen of ones انا معرفش القوس مافتكرش ان هو من الابراج القيادية بس هوا الايام دي واخدقيادة الكارتين دول بيدلوا على القيادة هنا انت اللي متحكم في مسارك هنا انت قائد انت اللي بتفكر لنفسك اهو تفكر لنفسك مع نفسك تماما وانت اللي هنا بتقرر كمان لنفسك بتفكر وبتقرر لنفسك. القطة اللي هنا دي افتكر دي حاجة موقفة الحركة بتاعتك. دي شخص موقف حركتك. ممكن يكون حد قريب منك مثلا ام واخت حد قريب منك بيقولك لا حاسب لا بلاش لا استنم. فاهمين قصدي؟ هو قلبه عليك هو بيحميك هو فاكر ان هو بيحميك. اسمع له طبعا وخد برأيه اكيد. بس هو موقف الحركة بتاعتك. بس برضو لابد تسمع له انه شخص قريب منك جدا وفعلا قلبه عليك يا قوس اسمع له. هلخص الاراية هنا في علاقة ثلاثية وللأسف يعني المعنى التاني للكارت ملوش مكان في وسط القراءة دي هو ملهاش اللي كده. سوري يعني معتقدش ان هو احتفال. لا ده مش احتفال دي علاقة ثلاثية. في هروب من الحالة دي تحاول تهرب ان انت متواجهاش. وبتهرب تفكر لوحدك قاعد لوحدك فعمال تفكر. بس هتمسك زمام الأمور قريب جدا جدا جدا. عندك عجل تحظها الدور والدنيا هتبطيك تتغير معاك والحظة هيكون تتجاهك وفصلحك. في معافاة من حاجة كنت بتعاني منها. ممكن يكون الحيرة بتاعت القرار ده. والقلم النفسي اللي بيسببه موضوع علاقة ثلاثية ده. وممكن يكون حاجة تانية. ممكن يكون انت بتعاني من مشكلة صحية مشكلة نفسية. اي حاجة من الحاجة دي ان شاء الله بتتعفى منها تماما يقص. في حيرة لحاجة تخص المال. جمع معلومات. اوكي. وفي صديق قديم او او قريب ليك حد قريب بقالك فترة ما شفتوهش هيجي ويقدم لك نصيحة بالنسبة للموضوع ده. يا ريك تسمع. ده ملخص القراءة. القراءة حلوة. ما فيها مشكلة هي بس موضوع علاقة ثلاثية ده. ويعني واضح ان انت في الموضوع ده غزبة عنك. مش بمزاجك. يعني مش حاجة وحشة منك. مش خيانة يعني. بس انا حاسة الطاقة وصلالي انه حاجة اتفرضت عليك. فاهمين قصدي. اه من الشعيب يعني نعترف بالخطأ او نحاول نصلحه يعني. اه. العقرب حاضر يا قلمة قريب قوي حبيبتي حقوله. يا لودا مرسية روحي تسلميني. بلا بطيخة مرسية ام الحياة. امل الحياة. حاضر حاضر. اتسام انا حسيتها من طرف القوس. لان القوس بيهرب. واللي بيهرب بيهرب لان هو حسنه اعمل حاجة غلط. ايه التعبان من الخيانة يعني. ممكن جدا ما ده انا قلته. ممكن يكون حاسس بتقنيب ضمير من الحالة اللي هو فيها. كلم صح عن زوجي. اوكي يا هيام كويس. اوكي. يعني ايه علاقة ثلاثية نجوة? يعني علاقة فيها اه تلت اطراف. يعني فيه شخص فيه في حياته اتنين. اسمها علاقة ثلاثية. ان شاء الله يا نورة اسلاميلي انت انا succession اعمران انا مش فهما بطول ايه. اه اه فدوة حبيبتي انت ممكن تدخلي على جوجل ده ختيبي اللي انت بتقولي ده نسبه التوافق. جوجل هيقول لي هي. احنا هنا بنشوف الطاقة مبين البرب والشريك بتاعه. تبينه انت قصدي الله يرض Lok де سألني السؤال ده. بجد ما حانش سألني سؤال ده سؤال هتلاقي واجبته على جوبل والله مقالات كتير قوي كاتبه بمضاعك. نسبة التوافق والحاجات دي. يا سانتو انا اللي بحبك قوي. I love you too. الله يحفزك بشكرك يا نجاة التوريكي بشكرك حبيبتي. الوقتي كله صحي. مرسي اميرة قوي. بشكرك. فعنا ولا ممكن شخص تالت بيدخل بين الاثنين. لا يا سلمة. انا مش شخص تالت بيدخل بين الاثنين. لا. في علاقة قلت لك مش حسنا تكون علاقة كاملة. ممكن يكون حتى تفكير في شخص تاني. يا رب يا كريم سلام عليكم. وعليكم رسالان يا كرابة اهلا. واقف من جوه الشخص من حد المتواجب في مجرد حاجة جزوانة. مش اكتر انما مفيش علاقة سلسائية. حلو جدا. انا قدريك يا دينا. مش لازم تكون علاقة كاملة. خالص. آآ كلمة كله عن الدلو كان صح. مرسي يا جهان. آآ الدلو كان كتراءة وفظيعة. انا اللي بيدي ممكن برج العقرب. قريب جدا يا فلاور توليب. هي توليب مفروض. قوية ولا كتير. بشكرك يا مازن. ان شاء الله يارب تكون بفايدة وتستفيد منها. دي اهم حالة. مرش حظ معايا خالص. ليه يا لولا؟ احنا بنقول القوس اهو. القوس ان شاء الله الحظ حيبتدي يبتسم له شوية. محمد لو عايز قراءة خاصة. فليز ابعت للصفحة. وانا قولك تعمل ايه. كيف نتوصل معك خاص. ابتسمة بقاتي رسالة على الصفحة. ورد عليك يا حبيبتي. انا بقاتزل الناس على المسجات. فبقى لي فترة مش بقرة المسجات. بس هركز اكتر الايام دي. طيب تعالوا نشوف الحالة العطفية بتاعته بقى. صح صح مرسية رانية. كل قتي صح. تحية ليكي بشكرك جدا يا محمود. بشكرك جدا. تعالوا نشوف حالة العطفية ايه بقى بالمناسبة العلاقة السلسية دي. بس هتبقى علاقته بقى بقى نهي شريك. مولف علاقة سلسية ده. يعني محير. انا بركز. محير صراحة. اوكي. اوكي. القوس عايز لي. القوس في المرحلة دي عايز لي بعد. عايز يمشي. اوكي. عايز يمشي. او او برضو انا يعني الكارت ده معناه فراء. اوكي. وكل قارق بيشوف الكارت زي ما اتطاقة واصلاله. انا بتوصليش ان هو انفصال نهائي. انا بتوصلين هو مجرد بعد. يبعده شوي. بحس ان كل واحد يفكر. ويشوفه عايز يعمل ايه. القوس عايز يبعد شوي. اوكي. لان عنده الموج طالع نازل. طالع نازل. الدنيا عنده مش مستقر. لا مزاجه مستقر ولا افكاره منتظمة. يعني عنده شوية لخبطه. نفسه في حالة استقرار. يمكن يكون الاحداث عنده سريعة شوية فهو مش عارف يتأقلم عليها. انا مش عارف ايه الوضع. لكن هو مش في حالة مستقر. عاطفية. كويس. القوس شايف شريكه ازاي؟ شايفه طاقة خير. طاقة. وخير من ربنا. خير ربنا بعده. انا الايد دي بشوف ان هي رسالة حاجة من ربنا. حاجة ما بعوتها من ربنا. وعصى فيها خضار ده بالنسبة لي خير. يعني القوس شايف شريكه ان هو بيمده بطاقة الخير. الطاقة ما بينهم دلوقتي القوس وشريكه فيها خسارة. حاسين بخسارة. اللي اتنين. ده حاسس انه خسر وده حاسس انه هو خسر. ليه طيب؟ طالما حاسين بالخسارة معناها انه انتو شخصيات. يعني شخصيات غليين على بعض. طالما حاسيته بالخسارة. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يشتغل على العلاقة تاني. ما مفقدش الامر مش عايز يبعد. عايز يشتغل عليها تاني. وعايز يقدم لشريكه مشاعر. يعني عايز يقدم له ده ال Page of Cups. عنده لسه جواه مشاعر لسه ما طلعهاش لشريكه. عايز يوري له مشاعر اكتر. وشايفه ازاي؟ شايفه اساسه كويس. يعني شريك القوس شايفه انه اساسه كويس. بس هو محتاج شوية شغل. عايز شوية تصبيت. لكن هو في الاساس شخص كويس. فيه بخل في المشاعر. ما كله مماسك على مشاعر ومسيطر عليها. شهر اللي بعدك زي ما تقول فيه بقى تقبر متقدرين على بعض. وزي ما تقوله كل واحد انا عملتلك انا سوتلك انت مقدرتش انت ما عملتش. لكن الشهر التالت هيحصل حاجة. فيه عملية ترويد لحد. افتكر ان اللي متمرد دلوقتي هو القوس. بما ان القوس اللي عايز يبعد. هو اللي عايز يبعد. فافتكر ان المتمرد واللي عنده حالة شراسة شوية كده هو القوس. هو اللي بيقزي العلاقة دلوقتي. فهيبتدي الشريكه يروضه. وهيروضه بالراحة. هيحاول يفهم هو عايز ايه. هيحاول يقرب وجهات النظر ويبتدي يشتغل على علاقة زي ما هو عايز. هيصلح بقى. هيبتدي يصلح العلاقة. العلاقة فيها امل كبير جدا يا جماعة. لو زي ما انتم بتقولولي القراءة مزبوطة. وفعلا حصلت العلاقة الثلاثية دي. واضح ان الشريك كان فيه تقصير منه من ناحية شريكه في حاجة. فاتداله الحق ان هو يبتدي يفكر في حد تاني. فطالما هيبتدي يصلح الغلط يبقى برافو. وعاف الله عما سلف ونبتدي نصلح. وترجع الميا المجريهة وكما كنت. زي ما قلتوك انتم حاسين بخسارة دلوقتي. حاولوا تعوض الخسارة دي بسرعة. استعداد الروح. حتى المشروع اشترك يتعلق این اشتركت ترجمة في القناة. اشتركت في القناة. اشتركوا في القناة